بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات نحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم مهما قالوا ومهما تكلموا فإن غيظهم في نخورهم والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة فهم إنما ضروا أنفسهم ولن يضروا الله شيئا ولن يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يضروا المسلمين وليس ما ظهر من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر في هذا الزمان ليس هذا بغريب فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته فالمشركون وعبدت الأوثان ينالون منه انتصاراً لأصنامهم وأوثانهم التي جاء صلى الله عليه وسلم بإبطال عبادتها وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها غاروا عليها قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ انظر وصفوه بأنه شاعر ووصفوه بأنه مجنون ووصفوه بأنه ساحر ووصفوه بأنه كذاب ووصفوه بأوصاف اخترعوها من أنفسهم إنما تليقوا بهم هم ولا تليقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنما حملهم على سبه وتنقصه الحسد حسداً من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق والحاسد إنما يضر نفسه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد أعتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكاً عظيمة ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده من الفضل ما يشاء سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر الاستكبار عن أن يتبعوه أو أن يطيعوه مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى لكنهم أظهروا الإسلام خديعة خادعون الله والذين آمنوا ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذو هذه مقالة المنافقه والله جل وعلا قال فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله للدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً أو أصحاب الشهوات الذين رأوا أن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم منعاً لشهواتهم المحرمة أهم يريدون الزنا ويريدون الخمر ويريدون الرباء ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه أو اشتهته أنفسهم ولذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم وكلهم لم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول رفع الله درجته وأعلى منزلته قال تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ أَسَى يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا أحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة وهو الشفاعة العظم للعالم في أن يريحهم الله من الموقف ويحاسبهم على أعمالهم بدلاً من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة والضيق فهو صلى الله عليه وسلم إن مع العُسر يُسرًا قال سبحانه وتعالى قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والضُّحى والليل إذا سجأ ما ودَّأك ربُّك وما قلَأ وللآخرة خيرٌ لك من الأولى ألم يجدك يتيماً فآوَى وَوَجَدَكَ ظَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر وهو نهرٌ في الجنة أو هو الخير الكثير فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك أي مُبغِضَك لأنهم قالوا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس له عقب يعني ليس له أولاد بعده ليس له أولادٌ بعده يعيشون بعده وإنه سينقطع ذكره ويُبتر ذكره الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر فالرسول صلى الله عليه وسلم محمودٌ عند الله وعند خلقه حيًّا وميِّتًا أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم البتر المعنوي والبتر الحسِّي فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا وفي هذه الآية لما بعثه الله عز وجل في مكة ودعا إلى الله سرًّا خشيةً من أذى المشركين في أول أمره أمره الله سبحانه بالجهر بالدعوة علانِه وضمن له الحماية فقال سبحانه وتعالى فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرَّهم وردَّ كيدهم في نُحورهم ولم يستطيعوا لم يستطيعوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته ولم يستطيعوا منع الناس من الاستجابة له ولم يستطيعوا محاصرة الإسلام في مكة والمدينة بل امتدَّ الإسلام في المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار إصلاقاً لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرِه المشركون فظهر دين الله المشارق والمغارب رغم أنوفهم واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفةٌ من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يُتِمَّ نوره ولو كرِه المشركون فالله جل وعلا يُتِمُّ نوره ولن يُطفئوه بأفواههم ونفخهم بأفواههم يُطفئو الضياء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يحميه ويحفظه وإذا كان الله هو الحافظ له فلن يستطيع أحد أن ينال منه ولهذا قال إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكافٍ عبده ويُخوِّهونك بالذين من دونه ومن يُضلِل الله فما له من هاد وقال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأمره بالاستمرار على الدعوة في المنهج السليم الذي رسمه له ولا يخشى في الله لوم تلائم ولن يضرَّه أحد قال تعالى يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته والله يعصمك من الناس فالله أمره أن يُبلَّغ ما أنزل إليه من ربه وكفل له العُصمة من أذى الناس وقد تحقَّق وعد الله سبحانه وتعالى فانتصر الإسلام واندحر أعداؤه وصار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله رفعنا لك ذكرك فصار يُذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في الخُطَب والأذان والإقامة ويرفع ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى في الشهادتين على رؤوس المنائر وحتى الآن يُسمع في المشارق والمغارب بواسطة البث والفضائيات والاتصالات ولا أحد يمنع هذا من البشرية إن جميع أعداء الرسول ما يستطيعون يمنعون أن يُنادى بالشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام لأن الله حمى رسوله وحمى ذكره من هؤلاء وإذا رجعنا إلى تاريخ أهل الكتاب مع أنبيائهم لم نستغرب ما يصدر منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فاليهود آذوا موسى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آلَوا موسى برَّاه الله مما قال وكان عند الله وجيها وإذ قال موسى لقومه يا قوم لمَ تُؤذونَني قد تعلمون أني رسول الله إليكم فهم آذوا موسى عليه السلام وآذوا الرُّسُل الذين جاءوا إليهم من بعد موسى فآذوهم أذًا شديدًا منهم من قتلوه ومنهم من كذَّبوه أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ لِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَهَمُّوا بِقَتْلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله منهم هَمُّوا بِقَتْلِه في المدينة وألَّبُوا عليه ودسُّوا عليه الدسايس يريدون القضاء عليه كما هي عادتهم مع الأنبياء السابقين ولكن الله حماه منهم والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين فلم يستطيعوا الوصول إليه عليه الصلاة والسلام النصارى آذوا المسيح عليه السلام لأي شيء آذوا لأنهم غلوا فيه حتى قالوا هو الله أو ابن الله ثالث ثلاثة وقال المسيح يا بني إسرائيل وعبدوا الله ربي وربكم إنه من يُشرك بالله قد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما جمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أهانوا الأنبياء وقتلوهم وكذبوهم والنصار غلوا في نبيهم وجعلوه في مرتبة الألوهية في مرتبة الألوهية وهذا من أشد الأذى لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام فهذا يؤذيه عليه الصلاة والسلام وكذبوا عليه وافتروا عليه ولكن الله سيفضحهم يوم القيامة في هذا الموقف الهائل المخزي أمام الخلائق وسيصرِّح عيسى عليه السلام بكذبهم وافترائهم عليه ويُبَيِّن ما قال لهم بأمر ربِّه سبحانه ثم قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا ثناء على عيسى عليه السلام حينما أجاب بهذا الجواب العظيم الذي أيده الله عليه وأثنى عليه فاليهود والنصارى مع الأنبياء كما سمعتم الأذى القتل التكذيب حتى إنهم اليهود والنصارى كفروا بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وهم يعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الحسد والكبر والعياذ بالله وكذلك اليهود كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ورموه بالعظايم ورمو أمه بالعظايم قبَّحهم الله فبرَّأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا وبيَّن أنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه حقيقة عيسى ليس له من ربوبية شيء لكن الحاصل أن هذه مواقف اليهود والنصارى مع الأنبياء وهم أهل كتاب وأهل علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ولا بكتابهم وتجرَّأوا على كتب الله التي جاءتهم مع الأنبياء فحرَّفوها وغيَّروها وبدَّلوها فأي جراءة على الله وعلى رُسُلِه أعظم من هذه الجراءة العظيمة فلا نستغرب أن ينعق ناعقٌ من النصارى اليوم لا نقول المسيحيين كما يسمون أنفسهم أو يسميهم الجهال ليسوا مسيحيين وإنما هم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى ولا نقول إسرائيل كما تقوله اليهود ولكن نقول بني إسرائيل ونقول اليهود سماهم الله اليهود وسماهم بني إسرائيل فلا نحرِّف الكلمة عن مواضعه كما حرَّفوه ونسميهم بأسمائهم الصحيحة التي سماهم الله بها لكنهم قومٌ يفترون على الله الكذب قديمًا وحديثًا ويفترون الكذب على رسل الله عز وجل فلا نستغرب ما صدر منهم أو يصدر منهم أو سيصدر في المستقبل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين هوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إن الواجب علينا الواجب علينا جميعًا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نذُبَّ عنه وأن نرُد على هؤلاء الحاقدين بجميع طوائفهم الله جل وعلا قادرٌ على أن ينصر رسوله وقد نصره لكنه أمرنا بنصرته أمرنا بنصرته صلى الله عليه وسلم ابتلاءً وامتحانًا لنا فإن نصرناه آجرنا الله على ذلك وأثابنا وإن تخاذلنا ولم ننصره فإن الله سبحانه وتعالى سيعذِّبُنا ويعاقِبُنا في الدنيا والآخرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجةٍ إلى نصرتنا لأن الله نصره وقال إن كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس ولكن الله أمرنا بنصرته من أجل مصلحتنا نحن من أجل يُثيبنا ومن أجل الابتلاء والامتحان هل نُطيع أو لا نُطيع؟ هل نكون شُجعانًا لا نُبالي ولا تأخذنا في الله لومة لائم؟ أو نتخاذل عن نُصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونخاف من المشركين ونخاف من عبدة الأوثان ونخاف من اليهود والنصارى وتأخذنا في الله لومة لائم هذه هي الحكمة في أن الله طلب منا نُصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالله قادر على نُصرته قال تعالى إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيَّده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّهْلَةُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أراد الرسول أن يلحق لما أذن الله له بالهجرة أراد أن يلحق بأصحابه سمع المشركون بذلك فأرادوا منعه أن يلحق بأصحابه يخافون أن تكون له دولة وأن يكون عنده أنصار وأعوان فتمالأوا وتشاوروا فيما بينهم فجاءهم الشيطان برأي اتخذوه وهو أنهم يجمعون من كل قبيلة شابًا قويًا ويكون معه سلاح فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ضربوه ضربةً واحدة لجميع ما معهم من السلاح حتى يتفرَّق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على أخذ الثار من القبائل كلها عزموا على هذا وجلسوا عند بابه أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم فأمر صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يرواه ويظنون أنه الرسول وباتوا ينظرون إليه وهو على الفراش وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون ألقى الله عليهم الذلَّة والمهانة فأخرجه من بينهم وذرَّ التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون فخرج هو وصاحبه أبو بكر مختفيين وذهب إلى غار ثور جنوب مكة واختبَيَا فيه عن المشركين والمشركون بثوا الجواسيس وبثوا الذين يبحثون عن الرسول وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي به حيًّا أو ميِّتا فلم يُخلِحوا حتى جاء المشركون ووقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فعند ذلك خاف أبو بكرٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه نرآنا قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما وأنزل الله في ذلك قوله تعالى إِلَّا تَنصُرُوه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وفي الآية الأخرى وإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُون ويمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فَمَكَرَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ فهذه نُصرة من الله جل وعلا لرسوله لحِقَ بأصحابه واجتمع حوله المهاجرون والأنصار المهاجرون الذين هاجروا من مكة والأنصار الذين هم أهل المدينة اجتمعوا في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوَّن منهم جيشًا عظيمًا فجاء صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة ومعه عشرة آلاف من جنود الله مدجَّجون بالسلاح انظروا خرج ثاني اثنين وبعد سنوات قليلة جاء بجند مجنَّد من صحابته المهاجرين والأنصار عشرة آلاف مدجَّجين بالسلاح وفتح الله له مكة وعند ذلك تمكن من المسركين ولو شاء لو شاء لقتلهم جميعًا ولكنه صلى الله عليه وسلم حليم لكنه صلى الله عليه وسلم كريم فاجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا الأفاعيل فوقف صلى الله عليه وسلم وأخذ بباب الكعبة وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعلون بكم؟ قالوا خيرا أخٌ كريم وابنو أخٍ كريم قال اذهبوا فأنتموا الطُلَقَاه فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن منهم وقد آذوه وقد غايقوه لكنهم لم يضروه الحمد لله عصمه الله منهم وحماه منهم ونصره وأعزه الله جل وعلا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين آمنوا به صدَّقوا برسالته صدَّقوا برسالته ونبوَّته عليه الصلاة والسلام وعزَّروه يعني وقَّروه وقَّروه واحترموه فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ما يكفي الإيمان به والتعزير والتوقير بل لابد من الاتباع لابد من اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والانضمام في طاعته إن هذه الأمور لابد منها الإيمان والتوقير والاحترام والنصرة له صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم فبهذا يتحقق هذا يتحقق للمؤمنين أنهم أتباعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين فاليهود إذا أسلموا وتابوا وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صاروا من خواصه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا من اليهود والنصارى صاروا من خواص الصحابة ومن أفاضل الصحابة فهذه الآية حامة في كل من اتبعه وآمن به من العرب والعجم ومن المشركين واليهود والنصارى كل من آمن بهذا الرسول واتبعه ووقره واحترمه فإنهم يكونوا بهذه المثابة وهذه المنزلة أما من أعرض وصدَّ عن سبيل الله فإنهم يكونوا أذلَّ ذليل وأحقر حقير في الدنيا وفي الآخرة يكونوا خالدًا مُخلَّدًا في النار ولن تنفعه أمواله أو أولاده أو جاهُه الدنيا سيذهب هذا كله ولا يبقى إلا من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن أذية الرسول حتى برفع الصوت قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عنده لأنَّه لأنه يتأذَّى بيطول الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم فيكون هذا فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم وقال وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهُ ولا أن تنكِحوا أزواجه من بعده أبدا وكذلك الله جل وعلا أدَّب المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم مخلوق وأكرم مخلوق وأشرف مخلوق فهو أشرف الخلق وأكرم الخلق وهو سيد ولد آدم لا بد أن المسلم يعتقد هذا يعتقد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده يعتقد أنه رسول الله للعالمين رسالةً عامة لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحترمه هذا الاحترام ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام سنته احترام سنته احترام الأحاديث الصحيحة الواردة عنه إذا بلغت المسلم فإنه يسمع ويطيع وينقاذ لها ولو كان ذلك يشق عليه فإنه يصبر على ذلك طاعة لله ولرسوله ولما في ذلك من العاقبة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع منا حديثاً فحفظه وبلغه كما سمعه نظر الله وجهه فرب مبلغ أوعى من سامع وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن فيجب أن تحترم وأن تصان وأن لا يعبث بها وأن تنفذ وأن تطاع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وطاعة الرسول طاعة لله من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى أما أرسلناك عليهم حفيظة فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نحن الآن كما تعلمون حتى من أبناء المسلمين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذه المقالات السيئة التي تنشر في الصحف تطالب بخلع الحجاب تأمر النسى بخلع الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أليس هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإعفاء اللحى وأمر بجز الشوارب فالذي يعاكس ويحلق لحيته ويوفر شاربه أليس عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن عصاه فقد آذاه عليه الصلاة والسلام يأمرون النسى بالاختلاق بالرجال يأمرون النسى بنزع الحياء أليس هذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا بأن نعظمه ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم ونحترمه غاية الاحترام وأن لا نتطاول على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ونأمر بمخالفته ونقول هذا لا يوافق لهذا العصر لا يوافق للحضارة المعاصرة أليس هذا من أعظم الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وحرمته أن نحترم أصحابه أن نحترم أصحابه الكرام وأن لا نتكلم فيهم بشيء أو تنقص قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة كذلك لا نؤذيه صلى الله عليه وسلم في أهله ونسائه ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نحترمهن لحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتزواجن بعده لأنهن زوجاته في الجنة فلا يجوز أن يتزواجن بعده ولا يطمع فيهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين فهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته فيجب أن نعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام أما أننا ننكر على النصارى أنهم صوروا الرسول بصور مؤذية هذا حق ولكن كيف ننكر عليهم ونحن أيضا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وتصرفاتنا وكتاباتنا أما نستحي أما نتناقض في هذا الشيء فالواجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا فالواجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا حتى تكون نصرتنا له بالكلام صحيحة موافقة لأعمالنا وإلا كيف ننصره بالقول ونتخاذل عن اتباعه صلى الله عليه وسلم أو نصف سنته بالجمود أو نصفها بالرجعية أو أنها لقوم مضوا ولا تصلح للزمان المستقبل هذا مع الأسف يوجد في صحفنا التي تصدر من بلادنا ويقرأها أعداؤنا يقرأها اليهود والنصارى فيفرحون بها ويشجعون هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله فلنعلم كيف تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نصرته في أنفسنا نصرته في أقوالنا نصرته في أعمالنا من كل وجه حتى تكون النصرة صحيحة لا نصرة مدعاة بالقول فقط فهذه مسألة عظيمة ومهمة جدا ربما أن بعض الناس يتحمس في الإنكار على النصارى ولا يعلم أن النصارى هذا ديدنهم مع الأنبياء كلهم لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم هذا فعلهم وهذه مهنتهم مع الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام لكن المشكلة أننا نحن ندعي اتباعه ثم إذا دققنا وجدنا أننا عندنا مخالفات كثيرة في اتباعه صلى الله عليه وسلم فكيف نكون مناصرين له تكون النصرة إما منتفية وإما ناقصة الواجب علينا وربما ضارة نافعة ربما أن هذه المناسبة التي استهزأ النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم ربما تكون نافعة أننا نلتفت إلى مقامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعود على أنفسنا ونصحح ما عندنا من نقص في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم نلتفت إلى أنفسنا وإلى أعمالنا ونربي أولادنا أيضاً على محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته ونبين لهم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون هذه النازلة دافعة للمسلمين أن يتبصروا في موقفهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبروا بها كان الصحابة يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأشعارهم مثل حسان بن ثابت كعبد بن مالك عبد الله بن رواحة شعراء الصحابة كانوا يدافعون عن الرسول ويردون على شعراء المشركين والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك ويقول لحسان أجبهم ومعك روح القدس فكان حسان يقول فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء فكان يفديه رضي الله عنه يفديه بعرضه يفدي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه هو وعرض أبيه وأمه هذا منتهى النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن نُصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الجميع ولكن علينا أن نتبصَّر في أفعالنا وتصرُّفاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نصحِّح أوضاعنا وتكون هذه النازلة موقِضةً لنا هذه ناحية الناحية الثانية أن لا نغترَّ لدعايات اليهود والنصارى من التقارب بيننا وبينهم تقارب الحضارات وما أشبه ذلك لأجل أن يدمجوا الإسلام مع أديانهم مع الأديان الباطلة يدمجوا الإسلام الصحيح دين الله عز وجل مع الأديان الباطلة ويقال كلها أديان ونتقارب فيما بيننا ونجتمع فيما بيننا هم لا يؤمنون بديننا ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بأنبيائهم ونؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل نؤمن بأنبيائهم هم لا يؤمنون بنبينا ولا يؤمنون بديننا ويريدون مننا أن نتبعهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملَّتهم وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء فكيف نختر بهم وبدعاياتهم ونقول نتقارب أول شيء أنه لا يمكن التقارب بين الدين الحق والدين الباطل والدين المحكم والدين المنسوخ ما فيه دين اللذين الإسلام ما فيه دين اللذين محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نقول نقارب بين الأديان ونتعاون وما أشبه ذلك من هذه الدعايات الباطلة علينا أن ننتبه لهذا ولأن لا ننخدع بأنهم يجاملوننا وأنهم يتملقون لنا لا ننخدع بهذا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذا ديدنهم فنحن لا ننخدع بدعاياتهم الباطلة والتقارب بين الأديان حتى نعترف أن ما هم عليه أنه صحيح هم يريدون هذا وهم لا يعترفون أن ما نحن عليه دين صحيح هذا من العجائل فعلينا أن نعرف هذا حتى لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم اهدئ ولاة أمورنا ووفقهم لصالح القول والعمل ووفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأعذهم من الأعداء والحاسدين اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واخذل بهم أعداءك واحمي بهم عبادك وبلادك يا رب العالمين وأصلح فساد المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وجعلنا من يستمع القول فيتبع حسنا وردت سيلة كثيرة منها هذا السؤال يقول السائل فضيل الشيخ وفقكم الله كيف نجعل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بضوابة الشرع وهذه المظاهرات وسيلة الشرعية ضارك الله فيكم الرد على عداء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث ضوابط من عندنا أو مصطلحات من عندنا ولا نبتدع حسنا لم تكن موجودة من قبل فالمباهرات والهتافات أحسن الله إليكم وهذا الساب يقول ما الواجب علينا تجاه دولة الدنمرك التي تكرر منها الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم وهل تنصحنا يا شيخ بمقاطعة منتجاتهم الواجب علينا مع الكفار عموما ومع من تطاول على نبينا وشريعينا خصوصا أن نرد عليهم وأن نرد إلى سبهاتهم وأن نذكر ما عندهم من المعاني نذكر ما عندهم من المعاني لا نعيد دينهم لكن نعيد ما أحدثوه وما غيروا به وما بدلوه قال الله سبحانه وتعالى قل هل نردئكم بشرع لله مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعرض الطاروخ أولئك شرٌ مكانا وأظل عن سواء السبيل فنحن نرد عليهم بما عندهم من المخازي التي هم لا ينكرونها والتي تفلحهم لا نكرب عليهم وإنما نذكر ما عندهم من المخازي التي ذكرها الله بالقرآن عنهم وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أنكرها عليهم أنبياؤهم وعلماؤهم حتى يفتضحوا وأما المقاطعة التجارية فهذه من السياسة الشرعية ترجع إلى ولي الأمر فإذا أمر ولي الأمر بمقاطعتهم قاطعناهم هذه من صلاحيات ولي الأمر ليكون المقاطعة جماعية أما إذا كانت المقاطعة فردية إنها لا تضر ولا تؤثر نعم أحسن الله عليكم هذا سيقول سمعنا يا شيخ عن مؤتمرات تعقد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم عليها بعض المنتسبين للدعوة وبعض دعاة الضلال كالحبيب الجفري ومن نتائج هذه المؤتمرات الدعوة لمقاطعة المنتجات الدنمركية فهل مثل هذه المؤتمرات تعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون المؤتمرات والندوات أن يكون يشارك فيها العلماء الذين يحسنون الرد ويعرفون معائب اليهود والنصارى ويحسنون الرد عليهم بموجب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما المثقفون وأما أصحاب الفكر فهؤلاء لا يستطيعون الرد عليهم ولا على شبهاتهم وإنما غاية الأمر أنهم يستنكرون فقط لكن المجادلة والمناظرة إنما يقوم بها أهل العلم الذين رزقهم الله العلم والفهم هم الذين يستطيعون أن يبتلوا شبهات هؤلاء وأما المقاطعة ذكرت لكم أمرها نعم إنسان الله إليكم وهذا أحد الإخوة المدرسين يقول يا شيخنا نشهد الله أننا نحبكم في الله ونثق فيكم وفي علمكم ونحن نقول بقوله وأكثر يا شيخنا تقطعت أكبادنا ونفد صبرنا مما نسمعه من أذية النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نوجه طلابنا في المدارس وبماذا ننصحهم هذه علامة خير أنكم تأثرتم من ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الإيمان هذا يدل على الإيمان والحمد لله وعليكم أن تربوا أولادكم في المدارس وفي البيوت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأن تلقنوهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشئوهم عليها وأن تردوا على شبهات الأعداء وتعطوهم حججا تعطوا أبناءكم حججا يردون بها هذه الشبهات وهذا بالتربية والتعليم هذا يكون بالتربية والتعليم ومناهج التوحيد وعقائد التوحيد ولله الحمد مقررها الآن في المساجد وفي المدارس والمعاهد والكليات فعليكم أن تعتنوا بها جراسة وحفظا وفهما حتى يكون معكم سلاح تقاومون به هؤلاء داخل والخارج عندنا المنافقون وفي الخارج اليهود والنصارى والمشركون لابد من تسلح بالعلم بالعلم النافع والحجج الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله لكم فضية الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم كتابة بعض العبارات كقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا فدأ هذا فدأ لا بس يفديه يعني أفديك بأبي وأمي نعم ومثلها أفديك بروحي يا رسول الله لا بس كل هذا طيب الصحابة رضي الله عنهم حملوا السيوف وحملوا الأسلحة كله لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وباعوا أنفسهم لله عز وجل جهادا في سبيل الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله يقوم وهذا السائل يسأل يقول تعليق تلك الأوراق والعبارات على السيارات هذه مظاهر لا أرى أنها سائرة لأنهم سيفرحون بهذا ويقولون أثرناهم وأثرنا فيهم ولا يكون هناك مظاهر تدل على الواجب أننا نرفضهم وما كأنهم فعلوا شيئا لأنهم مخذولون والحمد لله أما أننا نبين هذا في الدروس وفي الخطب والمحاضرات وفي الإذاعة وفي الاتصالات التي تنقل هذه الأشياء إلى الناس هذا شيء طيب أما الظواهر التي على الجدران أو على السيارات هذه لا تجدي شيئا أحسن الله يقوم هذا سيقول فضيط الشيخ نريد خطوات وأساليب عملية وفاعلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء باتباعه صلى الله عليه وسلم تحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد تقديم سنته صلى الله عليه وسلم هذا أول شيء ثم دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وأتباعه من أجل أن نقتدي بهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نصروا الرسول كيف دافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله يقوم هذا الشيخ يقول ما حكم الدعاء على عمو من اليهود والنصارى فأقول اللهم عليك باليهود اللهم أحسنهم عددا وقتلهم بددا فهل هذا جائز نعم الذين تطاولوا على المسلمين وآذوا المسلمين يدعى عليهم لأنهم ظلموا جاروا وظلموا فيدعى عليهم نعم وهذا السلام يقول وفقكم الله ما حكم الدعاء بقول اللهم رفع شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسن الله من شأنه رفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر انا أعطيناك الكوثر سورة الانشراح وقبلها سورة الضحى فيها بيان ما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول هل هو من اعتداء في الدعاء لأن الله رفع ذكره صلى الله عليه وسلم لا ما هو من الاعتداء في الدعاء لكن هذا من ذكر فضل الله ونعمته علينا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا ما ذكره الله في حق هذا الرسول فإن هذا من الاعتراف بفضل الله قال الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث فهذا من التحدث بنعمة الله ومما يغيظ الكفار أيضا نعم أحسن الله إليكم هذا سيقول ما نصيحتكم وفقكم الله لمن يعيش في أوروبا ويسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعيش في أوروبا إذا كان يسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعيش بين أغوريهم ينتقل إلى بلد آخر ليس فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم وهذا سيقول هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عُرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس طريقة سليمة الاغتيالات هذا ليس طريقة سليمة وهذه تزيدهم شرًّا وغيظًا على المسلمين لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم وأما النُصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل أحسن الله إليكم وهذا سيقول ما نصيحتكم لأصحاب القنوات الإسلامية التي ظهرت في الساحة الآن سلحتنا أن يتَّقوا الله جل وعلا وأن يجعلوا فيها ما ينفع المسلمين في دينهم وعقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وأن يُجنِّبوها ما لا فائدة فيه مما هو تلهيه أو فيه ويَع وقت أن يُجنِّبوها هذه الأمور أن تكون إسلاميةً بالمعنى الصحيح المُطابق وهذا سؤال مشابه وفقكم الله يقول السائل خرجت قنوات متخصصة في الناشيد الإسلامية مثل قناة شذع وغيرها فهل يجوز لنا الاشتراك في مثل هذه القنوات لا هذه أغاني ولا فائدة فيها أحسن الله إليكم وهذا سيقول ما رأيكم وفقكم الله في قول لأحد الكتاب الصحفيين الذي قال إن الشريعة جاءت بتحريم الخلوة ولم تأتي بتحريم الاختلاف أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مصلى الاستسقى ومصلى العيد أن تكون النساء خلف الرجال في مكان منعزل وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال وانتهى يذهب ويخطب النساء لو كانت النساء مختلطات مع الرجال محتاج أنه صلى الله عليه وسلم ينتقل من خطبة الرجال إلى خطبة النساء في المسجد أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون النساء خلف الرجال وأرشد الرجال إلى سلم من الصلاة ألا يستعجلوا حتى ينصرف النساء كل خشية الاختلاق أما أمر المرأة الواحدة أن تكون خلف الصف ولا تكون في الصف أليس في هذا منع للاختلاق هذا في العبادة فكيف الاختلاق في الأسواق كيف الاختلاق في المستشفيات في المكاتب الأمر أخطر وأشد نعم أحسن الله ليكم وهذا سيقول إذا رأيت ابني صاحب شبابا متدينين ولكنهم يطعنون في الحكام ويتنقصون العلماء فهل أنصحهم أولا أم أني أبعده عنهم مباشرة أول شيء أبعد ولدك عنهم وثانياً أنصحهم أنصحهم وبيلهم من هذا مبدأ الخوارج ربما يكون غرهم طرف حسن الله عزاك وجبر مصيبتك إذا كان في هذا تاليف له وهذا من التعامل الدنيوي ما هم من التعامل في الدين إنما هذا من التعامل الدنيوي فقط وربما يؤثر هذا عليه فيجذبه إلى اتباع السنة وإلى أما إذا نافرتموه فربما يزيد شره لكن إذا ابتليتم به أنتم لا تذهبون إليه صاحبونه لكن إذا ابتليتم به في العمل الوظيفي أو في مكان البيع والشراء فعليكم أن تستعملوا ما هو أحسن قال تعالى وقولوا للناس حسن نعم إلا إذا ظهر منه منكر فبينوا له وأنكروا عليه نعم أحسن رأيكم هذا السن يسأل عن غيبة الكافر هل تجوز؟ مش المصلحة من غيبة الكافر إذا كان فيه تبليغ عنه وعن كيده للمسلمين وعن مخططاته للمسلمين وليس هذا من الغيبة هذا من إنكار المنكر ومن صالح المسلمين أما إذا لم يكن منه شر إلا على نفسه ولم يظهر منه في حق المسلمين شيء إنه يترك نعم أحسن الله هذا سيقول هل يسمع الموت كلام زائريهم وهل تصلهم أخبار أهليهم رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور السلام على الأموات والدعاء لهم ولم يثبت أنهم يسمعون من زار ولكن الرسول أمر بهذا وإن كانوا يسمعون فهذا سماع غير سماع الدنيا هذا سماع برزخي سماع برزخي من أمور الآخر لا ندخل فيه نعم أحسن الله ويسأل أيضا يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أصلي مع جماعة ثانية إذا كان تعلمًا فيه جماعة ثانية فإنك تنتظر وتصل معه أما إذا كان ما تعلم إنهنا أحد تدخل مع الإمام فيما بقي لتحصل على الفضيلة نعم أحسن الله لكم هذا سيقول لقد دأب أهل البدعي بتشويه صورة أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً بألقابٍ تنفيرية كالمجسمة والحشوية والمشبهة واليوم يلقظونهم بالوهابية والجامية فما هو موقف طالب العلم من هذه الألقاب وإضاح حقيقتها لدى الناس أولاً عليها أن يبين ربما أن بعضهم مخدوع ولا يدري يسمع هذه الأشياء ولا يدري عن الحقيقة فيبين إن هذه الأسماء وهذه المألقاب لا حقيقة لها وأنها كيدٌ من الأعداء يبين لهم ما هي الوهابية أو ما هي الجامية كما يقولون يبين لهم أو يطلب منهم يقول لهم أنتم تعبون الوهابية بينوا لمذهب الوهابية الذي تنقمونه عليهم فلن يجدوا والحمد لله شيئاً وسيندحرون بينوا لي الجامية ما هي وما مذهبها حتى تجنبها لن يستطيعوا شيئاً وإن ما هي ألقاب وتشفيات فقط الواجب ترك هذه الأمور والحذر منها وعدم الدخول فيها فإما أن تبين أولاً تطلب منه أولاً تطلب منه أن يبين ما هو مذهب الوهابية ما هو مذهب اللي يقول عنهم الجامية فإذا كان ما يعرف هذا كله تقول له كيف أنت تحذر منهم وانت ما تفهم مذهبهم مذهبهم كذا وكذا ثم يشرحه له لأنه ربما يكون يسمع ولا يدري فيشرح له ما عليه الوهابية وأن الجامية لا حقيقة لها وإنما هي تلقيب تشفي فقط ما في جامية والحمد لله كلنا على الخير وكلنا إن شاء الله ونرجو الله أن نكون على خير وعلى حق وأما المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك هذه ما ضرت أهل السنة والجماعة والحمد لله إنما ضرت من قال بها ولا يضير أهل السنة والجماعة أن يقال فيهم حشوية مجسمة إلى آخره ما داموا على الحق فلن يضرهم ذلك نعم أحسن الله ليكم هذا سيقول في وقتنا المعاصر كثر المتعالمون وأنصاف المتعلمين ومنهم دعاة فتنة وفرقة حتى أصبح بعض الشباب في حيرة من أمرهم في معرفة العلماء وتمييزهم عن غيرهم والسؤال يا شيخنا ما هي صفات العلماء الربانيين الذين نأخذ عنهم العلم والفتية وما هي أيضا صفات علماء السوء حتى نحذر منهم هذا سؤال طويل علماء الراسخين وأهل العلم هم الذين تتلمذوا على العلم وأخذوا العلم من مصادره وعن علمائهم وتوارثوه أما المتعالمون فهم الذين أخذوا العلم عن جهال أو أخذوه عن مطالعاتهم وقراءاتهم هم يقرؤون شيئا لا يفهمونه والحمد لله الآن المساجد مفتوحة للدروس والمدارس والمعاهد والكليات مفتوحة للدروس فمن أراد أنه يعرف العلم النافع فليلتحق بهذه الدورة العلمية في المساجد أو في الدراسة النظامية ولا يكن مع هؤلاء المتعالمين الذين انعزلوا عن العلم والعلماء وتتلمذوا على أنفسهم أو على أشباههم من الجهلة والمغرضين أحسن الله عليكم هذا سامي يقول بعض الناس يتخذوا أقلاما عليها نجمة سداسية فما حكم اتخاذ هذا القدم؟ إذا ثبت أنه شعار في الكفر كالصليب أو شعار اليهود أو شعار الوثنيين لا ثبت أن هذا الشعار فإنه يزال يزال الشعار وينتفع به بالقلم تحك هذا الشعار وتنتفع بالقلم أنا ما أعرف الظواهري ولا أعرف أبن لادن فكن الجهاد الحمد لله أحكامه مدونة في كتب التفسير والحديث والفقه ومدونة في كتب العقايد فإذا كان الظواهري أو أبن لادن يمشي على هذا المنهج فهذا منهج الجهاد لكن هل الظواهري وهل أبن لادن هل هم ولاة أمور هل هم أمراء منصبون من قبل المسلمين أو هم الذين كوّنوا أنفسهم أو كوّنهم العدو ليرمي بهم المسلمين يجب أن نعرف هذا نعم أحسن الله عليكم هذا سيسأل عن حكم العلاج بالإبر الصينية العلاج الأصل فيه الإباحة إلا ما كان فيه شرك أو فيه نجاسة أو فيه مادة محرمة ولا يتعالج به نعم أحسن الله عليكم هذا سيقول أمي كبيرة في السن لا تغطي كفيها وقدميها في الصلاة فما حكم صلاتها لا تصح صلاتها عليها أن تغطي جميع بدنهم مع ذا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارب فتكشفوا أما إذا كان عندها رجال ليسوا محارب إنها تغطي جميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والرجلان ولو كانت كبيرة السن نعم وهذا سيسأل عن كشف وجه المرأة أمام الأجانب وهل هذه المسألة مسألة خلافية؟ ما هو بالعبرة بأنها مسألة خلافية؟ العبرة بالدليل الدليل على وجوب ستر الوجه من الكتاب والسنة وأما الخلاف فلا عبرة به إذا خالف الدليل والدليل مع الحجاب والحمد لله ومع ستر الوجه عن الرجال الأجانب فلا نلتفت إلى خلاف المخالبين وهذا في كل مسألة نعم بالعجاب فقط إذا حصل خلاف في مسألة فإنها تعرض على الكتاب والسنة فما كان له دليل يُوخَذُ به وما ليس له دليل يُترَك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل لكن بعض الناس يسير له هواء ويأخذ القول اللي يوافق هواه ولا يأخذ القول اللي يوافق الدليل وهذا لا عبرة به فإن لم يستجبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضلُّ من اتبع هواه بغير هُدًى من الله نعم أحسن الله لكم ولسان يقول شخصٌ مريض بقي في العناية المركَّزة ثلاث سنوات ثم تعافى من مرضه فهل يقضي صيام رمضان في تلك السنوات الماضية؟ إذا قدر إذا قدر على القضى فإنه يقضي أما إن استمر معه العجز ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم أحسن لكم ولسان يقول كتب بعضهم في إحدى الصحف أن كسوف الشمسي والقمر ظاهرةٌ طبيعية ليست دليلاً على غضب الله أو رضاه واستدل على ذلك بأننا نعرف متى يحصل الكسوف وكذلك الكسوف هذه المقالة ردنا عليها وأرجو أن يُنشر الرد إن شاء الله ولكن الكسوف يُعرف بالحساب بلا شك لأنه ناتج عن سير الشمس والقمر واجتماعهما وافتراقهما لكن لا يمنع هذا أن يكون علامة غضب وعلامة عذاب لأنه قد تكشف الشمس ولا تنجل وتقوم الساعة قد يكشف إنكسف القمر ولا ينجلي ويكون ذلك علامة عذاب وعند قيام الساعة هل أحد يدري متى تقوم الساعة؟ لا أحد يدري عن هذا والرسول صلى الله عليه وسلم لما كُسِفت الشمس خرج فزعًا يجرُّ رداءه يخشى أن تكون الساعة ووعظ الناس بعد الصلاة وذكرهم وأمرهم بالدعاء والاستغفار والصلاة حتى ينكشف ما بهم فربما يكون بدايتها أنها ظاهرة حسابية لكن تتغيَّر وتستمر وتكون قيام الساعة أو عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى من الذي يضمن إن نور القمر يرجع؟ من الذي يضمن إن ضوء الشمس يرجع؟ أليس هذا بيد الله سبحانه وتعالى؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعوينه فإذا كنت تعرف بالحساب أنه سيحصل كسوف هل تعرف إنه سيعود ضوء الشمس ونور القمر؟ من الذي يضمن لك هذا؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله لكم وهذه سائلة تسأل تقول امرأة يأتيها الحيض عشرين يوماً والدم لونه أسود طول تلك المدة فهل تترك الصلاة والصيام؟ لا الحيض له أقل وله أكثر أقله يوم ليلة وأكثره خمسة عشر يوم فإذا استمر معها الدم وتجاوز الخمسة عشر فإنها عند تمام الخمسة عشر تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان الدم يجري لأنه تبين أنه دم فساد وليس دم حيض نعم وهذا السائل يقول وفقكم الله كيف تؤدى زكاة وزيت الزيتون هل هو عند عصره أو بعد أن يحول عليه الحول لأنه يقول يصرف على احتياجات البيت زيت الزيتون ليس فيه زكاة إلا لمن يدخره ويبيعه يكون سلعة يكون من جملة السلع وعروض التجارة إذا كان يبيعه يشتري بالزيوت فإنه يعتبرها سلع يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول أما إذا كان يتخذ للاستهلاك هذا ليس فيه زكاة نعم أحسن الله يقول ما حكم التأمين الشامل على مركبة تأمين لا يجوز بجميع أنواع على المراكبة وغيرها لأنه تجاري تأمين التجاري لا يجوز ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والغرر والجهالة نعم أحسنكم وهذا سيقول ما حكم زيادة الطلاب في المدرسة درجات لا يستحقونها لا يجوز هذه خيانة وظلم وربما تقدم هذا الطالب الكسول على المجد على من أجاب جواباً صحيحاً تقدمه عليه وهو ناقص هذا من الظلم ومن الخيانة والمدرس أمين مؤتماً فعليه أن يعدل بين الطلاب فيعطي كل واحد ما يستحقه من الدرجات كبيرة أو صغيرة نعم ويسأل وفقكم الله عن حكم سؤال الله بحق المخلوق لا يجوز هذا لا يسأل الله بحق أحد من خلقه لأن هذا إقسام على الله بمخلوق وكما لا يجوز الإقسام على المخلوق بالمخلوق فلا يجوز القسم على الله بالمخلوق نعم يقول كيف الجواب على حديث أسألك بحق السائلين حق السائلين هو الإجابة والله جل وعلا قال وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ فهو حقٌّ أوجبه على نفسه حق العباد على الله أن لا يعذِّب من لا يشرك به شيء فالله جل وعلا جعل على نفسه حقًّا للسائلين وجعل على نفسه حقًّا للموحدين أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد فليس المراد بحق السائلين توسُّل بأعمال السائلين وإنما المراد بصفة من صفات الله وهي الإجابة الله سميعٌ مُجيب سبحانه وتعالى فأنت تسأله بصفته التي هي إجابة السائلين مع أن الحديث هذا فيه مقال في سنده مقال لكن لو ثبت إنه يُفسَّر بهذا نعم أحسى اللهم يقول السائل سمعت أحد أئمة المساجد يفسِّر قوله تعالى في صورة مُدَّثِّر إنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر فقال إحدى الكبر المراد بها سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا التفسير صحيح؟ يدخل فيه سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وليس هو المراد يعني وحده ولكن يدخل فيه كل ذنبٍ كبير وكل جريمةٍ كبيرة نعم نختمُّ بهذا السؤال وفقكم الله يقول السائل ما هي أسبابُّ تأخُّر نزول المطر؟ ونرجو النصيحة وفقكم الله في حثِّ الأخوة على حضور صلاة الاستسقاء يوم الاثنين قادم جزاكم الله خيراً لا أظنُّ أحداً يخفَى عليه سبب تأخُّر لزول المطر وهو ذنوب العباد أما تنظرون ما عند الناس الآن من الذنوب الكثيرة والجُرأة على ما حرَّم الله من المكاسب المحرَّمة وأكل الربا وأكل الرشوة أما ترون التأخُّر عن الصلاة تكاسُل عن الصلاة أما ترون منع الزكاة أو البُخِل بالزكاة كلُّها جرائم أما ترون بخص المكاييل والموازين والغش في التجارة كل هذه أسبابٌ لمنع القطر من السنة ونُوصي الإخوان بالحرص على حضور صلاة الاستسقاء ودعوة المسلمين لأن الكل بحاجة كل الناس بحاجة إلى هذا فأنت لا تُعجب أنك غني وأن بيثك مليانٍ من الأطعمة والدراهم وهذا يأتي عليه ما يأتي على غيره وينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق فلا تغتر بما عندك وأيضاً أنت واحد من المسلمين فأنت تهتم بما يضر المسلمين ولو أنك أنت ما عليك حاجة تهتم بالمحتاج من المسلمين المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عوّن تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمد نعم جزَى الله فتح الشيخ خير الجزاء وأسأل الله عز وجل يجعل كلماته في ميزان حسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد